العرض للإخباري الأخير مقدم لكم مباشرة الأولى في الرباط مشاهدين الأفاضل أهلا بكم وإليكم أبرز العنوين بجينيف دعم متواصل لمقترح الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية باعتباره جدي وذي مصداقية من شأنه إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تعبئة المستمر بمختلف نقاط العبور لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل جهودها في طار عملية مرحبا 2024 تنفيذ لتعليمات الملكية السامية حتى تمر العملية في أحسن الظروف وكرنيش الناظور واحد من الفضاءات المميزة التي تسقب سكان المدينة وزوارها فضاء يعرف إقبالا كبيرا خصوصا خلال عطلة عيذ الأضحى المباركة مرحبا بكم من جديد نسأل النشر بملف قضيتنا الوطنية الأولى حيث أدلت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المكونة من 36 دولة ببيان في جناب في طار الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان دعمت فيه السيادة الكاملة للمغرب على قليمه الجنوبية تفاصيل مع الأول قراري ومهدي كاركشو مرة أخرى تتعالى الأصوات في المحافل الدولية صادحة بسيادة المغرب على صحرائه من جناب 36 دولة تكون مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية ضمن الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان ترحب بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الدخل والعيون والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لصالح الساكنة المحلية وتعزيزا للتنمية الإقليمية وكذلك القارية قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها جادة وادات مصداقية من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ومن هذا المنظور تدعم المجموعة الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعاقدة في جونيف وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار الأخير رقم 27-03 في 30 أكتوبر 2023 والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي مبني على التوافق مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية تؤكد أن حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه انخرط المغرب منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة وذكرت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة في هذا السياق بترحيب مجلس الأمر في قراراته بشأن النزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدخل والعيون وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفي موضوع آخر تعبئة مصمرة بمختلف نقاط العبور وفضعات الاستقبال داخل وخارج المملكة لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل جهودها في طار عملية مرحبا 2024 تنفيذ لتعليمات الملكية السامية معززة بموارد بشرية ولوجيسية هام حتى تمر هذه العملية في أحصن الظروف من مطار محمد الخامس الدولي نتابع وصول مغاربة العالم إلى وطنهم في روبرتاج كوثر بوتير فتحة مغار وسوفيا الإبراهيمي في أحضان الوطني تتبدد مشقة الصفر وفي انتظارهم طاقم كامل من عملية مرحبا معد لاستقبالهم ككل سنة بمطار محمد الخامس الدولي فوجون آخر من مغاربة العالم يكتبون قصيدة جديدة عن نهاية الشوق للبلد الأمة فرحانة غير عيدنا ونجينا لبلادنا لكي نرى العائلة ونرى بلادنا توحشناها ندوز العطلة مدة طويلة هنا فرحانة بزاف فرحانة مناسة شي وميح جاية شي نورمال أنا كل عام كنجي كنشوف الحباب وكل شي جهود كبيرة تبذرها مؤسسة محمد الخامس للتضامن من خلال عملية مرحبة لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات العبور بالإضافة إلى توفير وسائل النقل والمرافق الضرورية الحمد لله لا باس مزيان كنجي كلها الحمد لله فرحانة شوف وليديان شوف الحباب ديالي لافتات ترحبية واستقبال حار يجعل كل عودة إلى الوطن تجربة مليئة بالدفء والحدان تتوحد الأمان كي لا تنتهي وبعد عطلة العيد يحين وقت العودة سوب مدن الإقامة أمر ترافقه حركة سير دعوبة في مختلف المحاورة الطرقية بالمملكة الوضع في الطرق السيارة ببلادنا يرصده روبرتاج فردو صلح روش عبد الفتح زوين وعبد الرحمان زيان بعد قضاء عطلة العيد وفي طريق العودة سوب مدن الإقامة يتوقع عديدنا الطرق مكتظة أمر لا ينعكس بالضرورة على وضع الطرق السيارة عبر التراب الوطني المثل رصدناه من محطة طيق الأداء سيعلال البحراوي وبرشيد عشية اليوم ما شاء الله سنختم اليوم والأجواء زوين والطرقية طريقة كلها مرخوفة وخال الناس بزاف لكي نتريق زوينها ما شاء الله والعيد أخوة ديزوين بروك عشر المغربة كاملين الحمد لله بيخر والأجواء زوين الحمد لله ديز بيخر الحمد لله الطرق مزيانة خاوية زوينة كل شي الحمد لله زين الحمد لله دوزنا العيد أحوال جيدة شفنا العائلة وكل شي والطرق صراحة الناس كل شي راجعين بعد السعادة والسرور نحن يمشي ندوز نعيد كبير مع العائلة ديزنا في مكناز بحكم أننا كنسكنا في البط وحنا الأصل ديزنا مكنسة الحمد لله رجعنا في الطرق كانت أجواء رائعة اللهم ماليك الحمد كانت طرق مزيانة ما كانش قعلون بوتياج طرق مصرحة والله ماليك الحمد زلعيد بخير متوسط حركة يتجاوز العادية بقليل لم يؤثر على سلاسة العبور خاصة وأن الشركة الوطنية للطرق السيارة سبق وأنحثت مستخدمية طرق السيارة على ضرورة الاستعلام عن حالة الطريق قبل الرحلة ناهيك عن ضرورة تنظيم الرحلات خاصة في فترات الذروة نحن نحن نخلق الأجواء محتفظين على التقاليد والعادات وتنظروا ذلك الشيء الذي يدروا وجدودنا ومواتنا ونحن نراجعين بأخير وعلى خير وضغية داز مكننا نشكون نبقى طريق مزيانة وتحاجة كل شيء مزيانة نحمد لله وجوز وين في مراكش حالة سير مستقرة إذن تشهدها معظم الطرق السيارة ببلادنا جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للطرق السيارة سبق وأن وضعت تطبيق أدئم ترافيك رهن إشارة مرتادية الطرق السيارة ذلك لتمكينهم من معرفة حالة الطرق ونسمة الاكتظاظ قبل الصفر الإقبال على الصفر على مستوى المحطة الطرقية بالرشيدية ما يزال ضعيفا لكن الجهات المسؤولة عن تدبيرها اتخذت مجموعة من الإجراءات لتفاذ الاكتظاظ وضمان حسن تدبير عملية عودة المواطنين صوب مدن الإقامة أحمد العلوي ومحمد الرشيد المحطة الطرقية بمدينة الرشيدية حيث اتخذت مختلف الإجراءات الضرورية لتيسير عملية عودة المواطنين بعد قضاء عطلة عيد الأضحى بين أهلهم ودويهم لكن وقبل عملية الصفر لا مدة من مراقبة الحافلة احتياطت لك أن ندره أننا نرقب الحافلة قبل أن ندره الدبار وأننا لم نأخذ الزيد نحترم المقاعد للحافلة القانون السلامة هي أولى هي إجراءات ضرورية قبل إقلاع الحافلة لسلامة المسافرين إلا أن الإقبال على السفر لا زال ضعيفا بهذه المحطة قبل من العيد كان البشر مزيان وهذه وإنما دهما مور العيد ما زال ما زال ما بنشاهد إحنا ديما كان نخدمه عندي أقادير أقادير رشيدية ديما عمر مور العيد وإنما البرح ما مشينا إنما ما كانش البشر نقص القادمة مزيان حاليا كما تشاهدوا الأجواء العادية ما كانش اكتظار غالبية الناس مفضلة يعني باش تسافر في السبت والحد بالنسبة لنا كإدارة دي المحطة الطرقية مفرن جميع الحافلات ومستعدين لذلك الضغط اللي غادي يكون في السبت والحد وفرنا واحد الشباك يعني إضافي لك الرزير فيو فيه للرحلة الاستثنائية محطة سيارات الأجرى هي الأخرى لا يختلف وضعها عن المحطة الطرقية فالإقبال لا زال ضعيفا من قبل المسافرين فعطلة العيد لدى البعض لم تنتهي بعد الحمد لله كتشوفوا أجواء أنا مرة العيد كبير الحمد لله ترانسبور موجود كتشوفوا التاكسيات موجودين ما كيش ذلك الزيار كما كان عرفوه كما شحال هذه الضبلي دي التامان ما كيش تاكسيات كين البلاي يسلق لها شوية والحمد لله ما كيش زيار كما شحال هذه إجراءات وتدابير مختلفات تخذت لتوفير وسائل النقل الضرورية لتنقل المواطنين وتيسير عودتهم على مستوى إقليم راشدية هي إجراءات ترون تفادي إكرهات الضغط والاكتداد وضمان حسن تدبير هذه العملية وفي ملف الشرق الأوسط سؤنف القصف والغارات الإسرائيلية الأربعة في جنوب قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من الهدوء النسبي في وقت يقول الجيش الإسرائيلي أنه مستعد للهجوم على لبنان لضرب حزب الله ومن جانبه حذر الأمين العام لحزب الله الأربعة من أن أي مكان في إسرائيل لن يكون بمنأة عن صواريخ مقاتلي في حال اندلاع حرب وسط مخاوفها من اتساع النزاع بين الحزب وإسرائيل على وقع الحرب المتواصلة في غزة وفي تفاعلات الأزمة الروسية الأوكرانية موسكو تصعد هجماتها بالقرب من توريستيك وهي بلدة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا ظلت هذه نسبيا خلال الأشهر الأخيرة من المعارك كما تتقدم القوات الروسية باتجاه تشاسي فيار وهي بلدة استراتيجية ومن المرجح أن يؤدي الاستيلاء عليها إلى تسريع المكاسب الروسية نحو المراكز المدنية الكبيرة في دونيستيك دوليا دائما فاق عدد ضحايا المواجهات بمدينة الفاشر غرب السودان 346 قتيلا منذ العاشر من ماي الماضية كما أن القطاع الصحي بشمال دارفور يعاني من نقص كبير في الأدوية خاصة أدوية التخذير والمستلزمات الطبية الأساسية تنشيط الرحم علاج طبي متقدم يحيي الأمل لدى النساء اللواتي وعانينا من العقم في الإنجاب النموذج نساقيه من طنجة لسيدة عاني من تكيوس المبيض خضعت لذات العلاج ورزقت بثلاثة أطفال كوفر بوتير وسعد نجح بعد طول انتظار تفتح السماء أبوابها لمرأة قد نذرت قلبها للأمومة هي التي كانت تنتظر بلهفة مجيء طفل يملأ حياتها بالفرح والحنين رزقت بثلاثة توائم بعد خضوعها لتنشيط مضيد أنا كنت تأخرت عن الإنجاب بمدة عام صفيت ببعت معاه وجاب الله تيسير وبثلاثة توائم جوجة الدكور وبنية واحد السيدة كانت تعاني من العقم وقام عملها بتنشيط المبيض والأم كان عندها رغباف فتم أمين بشيف ترباحة كانت بغيتها وأمين جوج أطفال لذلك العملية التنشيط أعطتها ثلاثة ديال الأطفال جوج بيال دكورة وبنية تنشيط المبيض عملية طبية تستخدم لتحفيز المبيضين على إنتاج بويضات نادجة بشكل أكبر أو أكثر انتظاما طرق متعددة يمر عبرها العلاج تتدرج بين الأدوية الفموية الحقن الهرمونية التلقيح داخل الرحم والإخصاب في المختبر وحدة فرادي جاء بعد حالة عقم المجاش عن صدفة ولكن بعد سبع دقيق لطبيب في مدينة التنجة كنا مجندين لها المهمة بجميع مكونات المصحة من أطقام طبية وشبه طبية لكي تدس الأمور في ظروف طبيعية وجيدة تكيس المبيض تكيس المبيض إحدى الأمراض التي تصيب حوالي 5 إلى 10% من النساء في سن الإنجاب وتحول دون استطاعتهم الحملة علاج تنشيط المبيض بات اليوم من الحلول المتطورة لإنهاء معاناة الكثير من السيدات مع العقم كورنيش النظور واحد من الفضاءات المميزة التي تستقلب سكان المدينة وزوارها فضاء يعرف قبالاً كبيراً خصوصاً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التفاصيل مع ويتاد مساوي ووسيم عم سعود هكذا تبدو أجواء عيد الأضحى المبارك بكورنيش مارتشيكا ساحلية بمدينة النظور أجواء تزمنت وبداية العطلة الصيفية التي يستغلها أفراد الجالية المغربية بالخارج للعودة إلى الوطن الأم لزيارة الأهل والأحباب والاستمتاع بالتقوص الاجتماعية والروحية لعيد الأضحى السعيد حقيقة أجواء رائعة جداً أجواء كتزمن مع عودة مغاربة العالم خصوصاً الجالية الريفية المقيمة بأوروبا أجواء رائعة خروج النسوة كذلك الأطفال أنا من جالية المغربية مقيمة في اسبانيا جيت نعيد مع الولدية مع الأحباب والولدين أنا في المغرب الوجهة المفضلة للعديد من الأسر هو هذا الفضاء الشاسع الذي يجمع بين زرقة مياه البحر الأبيض المتوسط والسحر المرافق الترفيهية المتواجدة بكورنيش مارتشيكا حيث يجدون مبتغهم لأخذ قسط من الراحة عيد مبارك سعيد لجميع أمة الإسلامية نريد أن نقول الجالية المغربية عيدكم مبارك سعيد كذلك الناس لما قدروا يجيوا هذا العام ربما العام المقبل إن شاء الله هذه فرصة لأنهم يجيوا ويدوزوا العيد لأن العيد في المغرب تعتبر من بين المناسبات جد رائعة ولأن الأجواء هي أجواء العيد فالمقاهي والمرافق السياحية من مركبات وزوارق وألعاب ترفيهية أضحت مفتوحة في وجه الباحثين عن الاستجمام بهدف استقبالهم في ظروف مريحة مملوئة بالمتعة والاسترخاء تطبعها لمة الأسرة ودفئها حفاظا على صلة الرحم والتواصل وبسينما النهضة بالرباط اختتمت فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيلم الرباط كوميدي بحضور شخصيات من عالم الفني والسينما دورة عرفت مشاركة العديد من الدول التفاصيل متابعة مع عدنان الهراس وجهد الليبري الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيلم الرباط كوميدي نسخة عرفت مشاركة عروضا متنوعة لأفلام كوميدية قصيرة وطويلة قادمة من إيران، إسبانيا، فرنسا والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول والمغرب سيشارك في هذه النسخة بفيلمين طويلين مروقيا حارة لهشام العسري وبيبي لا فرنس لدوحى مستقيم كانوا مجموعة الأفلام تعرضات لا على مستوى الفيلم الطويل ولا مستوى الفيلم القصير بينهم أفلام مغربية ولكن أغلبيتهم أفلام جات من عدة دول وكانت منافسة قوية ما بين هذه الأفلام كانت عند نوع اللجنة للتحكيم باش يختاروا وليما غادين عارفون نتيجة ديالاختيارهم المهرجان الدولي للفيلم ريبات كوميدي شكل فرصة لعشاق هذا النوع من الأفلام ومحترفي السينما والفاعلين في مجالات الفن والثقافة للاحتفال من خلال الفكاهة والضحك بقيام الحداثة، التسامح والعيش المشارك اللحظة مشاهدين أن توقفوا عند جديد حالة التقصي في بلادنا مع سلاف السريعي مساء الخير مشاهدين وأهلا بكم إلى النشر الجوية من المتوقع بحول الله أن يكون التقصي نسبيا حار بالجنوب الشرقي وكذلك بأقصى الأقاليم الشنوبية بما يتوقع تكون كتل دبابية مع نزول القطرات ماتريا جد خفيفة خلال الصباح بأقصى الشمال الغربي وبمنطقة الريف كما ستهب رياح قوية نسبيا بالأقاليم الجنوبية وبالسهولة الوسطى مع سماق قليلة الصحب إلى صفية ببقية المناطقات معرفة بعد الزوابع الرملية بجنوب المنطقة الشرقية بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية درجات الحرارة ستتراوح مقايصها مبين 39 درجة بفيك 29 درجة بوجتا 26 درجة بالحسيمة وكذلك بمدينة تنجة 25 درجة بالريباط 31 درجة بسمارة 29 درجة ستسجل بالعيون وبمدينة القويرة وعن حالة البحر سيكون بالواجهة المتوسطية قليل الهيجان إلى هائج بسواحل البغاز سيكون هذه إلى قليل الهيجان وبسواحل الأطلسية ما بين التنجة والمهدية سيكون قليل الهيجان إلى هائج بعلو السيطرة وحما بين متر واحد ومتر ونصف بباقي السواحل سيكون هائج إلى كثير الهيجان بحلو سيطرة ما بين مترين وثلاثات أمتار ونصف لذا على إخواننا البحر أخذ الحيطة والحذر شكرا على طيب المتابعة ومشاهدنا وعود إلى بلاتو الأخبار قبل توضيعكم مشاهدين هذا تذكير بأهم مجأة في النشرة بجونيف دعم متواصل لمقترح الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية باعتباره جدي وذي مزداقية من شأنه إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تعبئة مصمرة بمختلف نقاط العبور للاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل جهودها في طار عملية مرحب 2024 تنفيذ للتعليمات الملكية السامية حتى تمر العملية في أحسن الظروف كورنيش الناظور واحد من الفضاءات المميزة التي تسقب سكان المدينة وزوارها فضاء يعرف إقبالا كبيرا خصوصا خلال عطلة عيد الأضحى المباركة شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء